اشتركوا في القناة يدافع كويس ويهاجم كويس يعني الاسكور اه طبعا حتى بنقول ان المعدل بتاع الاسكور ممكن لزروف ان ده الثالث والرابع يقل انما هو اعتقد هاته الزاد بحاجة بسيطة يعني كناك ان انت تجيب اربعة وتمانين وهم يجيبوا ستة وخمسين ده دليل قوي على ان دفاع كويس وكان هجومك كويس والمسألة كمان زي ما قلنا فيه ناس زي عمر طري ملعبش زي عمر زهران ملعبش ودول بعدك تقول كبير سواء هجوميا او سواء دفاعيا يعني واحد بطول عمر طري ده ما كانوا تحت الحلقة اكيد كان يبقى قوة اكتر من كده دليل ان هما كمان يعني يعني ايه الجزيرة معظم الكور بتاعته كان من تحت الحلقة الى حد كبير يعني مكيش تلاتة بومت كتير انما احنا برضك التهديف بتاعنا متنوع صراحة تلاتة بومت برضك نسبته وكويسة اللعبة من تحت الحلقة مفتدف تلاتة ورابع يتحسن كانوا في الاول والتاني قليل والزعمة احنا متفقين باستمرار يعني بتبقى نسبة الهدفين الاعلى هي للسناتر او الناس تحت الحلقة نعم كنت تسأل عاوي ما سر التفوق 28 نقطة فارق النهاردة 48 86 يعني فوق مجد نظر حلقة ايه سر التفوق بداية احب اقول الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك للنادي الجزيرة طبعا مباراة جيدة جدا بالنسبة للنادي الاهلي استطاع فرض اسلوب لعبه على نادي الجزيرة منذ البداية سيطر على الحلقتين في المعظم المباراة قدر ياخد من السيطرة على الحلقات هجوم سريع قدر يفرد سيطرة لعبه وهي القوة ان مين اللي يفرد اسلوب لعبه على الخصم عايز اقول ان تومسون والجندي كانوا من نجوم المباراة عمر الجندي وتومسون وعايز اقول لمحهود وليد برضو مكسب بالنسبة للنادي الاهلي الشوط الرابع مال يعني فردية شوية او مال عدم التجانس بين اللعيبة زي او ما كانش فيه خوف زي الشوط الاول والتاني والتالي كانت موراة حسمة خلاص طبعا نادي الجزيرة النهاردة ما كانش موفق بالنسبة كبيرة وده لقوة دفاع النادي الاهلي او فرض اسلوب النادي الاهلي كمان عايز اقول ان عودة ابو الناصر كانت برضو طار مكسب وعزب مش بطال ومهيب عندنا اغتر من نادي بدأ يرجع فبنقول الحمد للسلامة مودي الجرح بدأ يرجع برضو مودي من اللعيبة المؤسرين خبرته كبيرة برضو ونتمنى لان انت عارف حضرتك كابتن بصفتك لعيب دولي وكابتن مصري يعني باسكت ان بعد كده هنحتاج النفس الطويل سياسة النفس الطويل لانها يبقى فيه بستات والبست ده عايز اكتر نوك اوتر لا وعايز كمان لعيبة جهزة وعايز وعايز لعيبة جهزة تفاديا للإصابات تفاديا لأي ظروف يبقى عندي الناس كلها رجليها في الملعب ما فجئش بموقف تحضير تحضير الجيم كان جايد جدا بالنسبة للنادي الآن ويعني معلومة لسادة المشاهدين النهاردة هتدافع المباراة هو عمر الجندي برصيد 17 نقطة يليه في التهديف هو تومسون 13 نقطة يليهم في التهديف ايهاب امين 11 نقطة يمكن كابتن طاهر دي سلسلة او استكمالا لسلسلة من المباراة الجيدة يقدمها عمر الجندي يمكن اعزو قف عنده عمر الجندي شوية لانه في بداية الموسم اشهد هزة في مستوى نتيجة الاجهاد واحنا قلنا ده قلنا ده مش مستوى وهيرجع مستوى بس خليني 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 اعرف اجابة حداك ولكن خليني روح لأرض الملعب عزيزي المشاهدين وزميننا كريم احمد ولقاء مع صاحب القضية ممكن احمد مهيب اتفضل لك بجد اتحييلك من جديد يا كابتن عيسام السعيد وكل التحية ايضا كمال جمهورنا العظيم وكابتن الكبار كابتن طه الرجب وكابتن محمد سلعاي وبالتأكيد طبعا يعني صاحب الباصمة وصاحب الحب الكبير جدا لجمهور نادي الأهلي الحقيقة واحد من اللاعبين صاحب الخلق الرفيق كمان ومجوده اكثر من رائع كابتن احمد مهيب راحب بيك طبعا في البداية وتحيات طبعا كابتننا كابتن طه الرجب وكابتن سلعاي وكابتن عيسام السعيد اهلا بحيك واهلا بكابتن عيسام ودير فو الكرام في الاستوديو الحقيقة يمكن مجهود كبير يا احمد يعني انا عايز ارجع معاك بالنسبة للمباراة الاخيرة لان المجهود كبير من اول مباراة التركيز كان كبير جدا ديربي معروف على النادي الآلي ونادي الزمالك لكن سيناريو المباراة والتحضير ويمكن كمان السلسية اللي محتاجة مجهود وتركيز ومجهود عصبي وذهني وبدن كبير جدا بحقيق وبهنيك كمان نهاردة على المباراة والله الحمد لله يعني اولا على المكسب النهاردة ومكسب مباراة احنا يعني كل مطش بناخده خطوة خطوة السيزن طويل مطشات كتير ضغط كبير علينا يعني ان احنا كل مطشات الناس عايزة تتوقع عن يعني الحمد لله ربنا كرامني بالثري بوينت الأخيرة يعني داته فيه ربنا سبحانه وتعالى وتكليل يعني تعب زمالي مطش كان صعب احنا كنا خسرانين قدرنا ان احنا نعوض في الآخر وقعدنا ما فقدناش تركيزنا يعني مع ان يعني كان فيه حاجات كتير طلعتنا بره يعني كانوا بيحاولوا ان هم يطلعونا بره التركيز لكن ايه الحمد لله ان احنا كنا مركزين وكنا في الملعب لحد آخر ثاني يعني وديه حاجة مش غريبة عن نادي الأهل يعني تلاحهم الكبير للمباريات والاستمرار النتاج ده بيتطلب مجود كبير بالنسبة لكم يحمد طبع وبنسبة كمال التحضير الفني لمستر اجوستي محضريني ازاي نهارده كان للمباراة المحاضرة كانت فيها ايه واهم نقاط اللقاء ده في الاتكلم عنها مستر اجوستي معنا هو كوتش طبعا يعني بياخد كل مطش بمطش وكده النهارده ركزنا ان احنا نقفل مفاتيح اللعب يعني بتاعتهم الحمد لله ان احنا قدرنا يعني نوقف اللعب اللي هما بيلعبوه هون نهارده نكونش عارفين يعابوا خالص يعني حتى الاسكور كان باين يعني والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب فرق اسكور مريح يدينا ثقة للمطشات اللي جاية فضل الله مطشين ان شاء الله سموحها والتحاد بإذن الله نختم الدور التاني على خير وان شاء الله يعني نبقى في اول الترتيب وبعدين بقى عندنا راحة كده نقدر الناس المصابين ترجع في المنتخب وبعدين نرجع ان شاء الله مما بأسفلات النادي الاقلي الحقيقة ويمكن هذا سر النجاح يعني انتو بتلعب عشان الجمهور وتلعب عشان نادى الاقلي استقبلت الحماس الكبير والإشادة الكبيرة جدا الجمهور نادى الاقلي اذا ببسطت جدا 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 يعني من الحاجات اللي انشوفتها بعد المطش الناس كتير قوي بركولي لقيت مصر كلها يعني بتتكلم فوز كان مهم جدا يعني في اخر ثانية زي ما قلت يعني يعني لا فعلا كنت فعلاً حاسة أنني مبسوط بالناس مبسوطة وقدرت أن أفرحهم كنت سبب أن أفرحت الناس وإن شاء الله يعني هو مطش قدر يعني كسبناه زي أي مطش عادي وإن شاء الله يعني ربنا يكرمنا في الآخر بقى أن نحن إن شاء الله ناخد الدوري والفرحة دي تبقى بالفرحة الكبيرة بإذن الله بالدوري شكراً لكم كل الشكر والتأدير الحقيقة لكابتننا ونجم نجوم النادي الألي أحمد مويب على زيل التصرحات إن شاء الله نادي الألي يستمر في سلسلة الانتصارات والأداء المميز إن شاء الله كل التوفيق لنادي الألي في المباراة القادمة لكن في هذه اللحظات عودة من جديد والكابتن هيسا مسعي زميل العزيز كريم أحمد بشكرك شكراً جزيراً يمكن كابتن طهر كنا بنتكلم قبل اللقاء بتاع كريم مع أحمد مويب وهو عن عمر الجندي عمر الجندي نجح أنه هو يعمل سلسلة من المباراة والنهار ده استكمال لسلسلته وتفوقه الواضح دفاعاً وهجولاً هو طبعاً عمر الجندي لعيب كبيره وتاريخه يعني سواء في نادي الجزيرة أو بعدها أعتقد الموسم الثاني ليه في النادي الأهلي لاعب هداف يعني تلاتة بونطة عنده برضاك نسبة عالية برضاك الاختراق والدخول على السلة برضاك هو نسبته عالية فطبعاً مش غريب عليه أنه يرجع لمستوى له ظروف معينة ممكن إصابة إجهاد أي حاجة ممكن تألو تألو تاوب وده اللي حصل الحمد لله وعمر ما حاجة تثبت على حالها يعني فيه ضربات بتحصل اللعيبة والحمد لله أنه تعافى بسرعة إن شاء الله ويخش على المباراة اللي جاية بأحسن حال خلينا نروح لأرض الملعب يا كابتن أساس أزر حضرتك ومراسلتنا مريم سميح ولقاء مع المدرب العام للفريق الكابتن أحمد الجرحي تفضل يامن مرحب بك مرة تانية كابتن هايسم وبرحب ضيوفك الكبار والكرام نجوم السوديو التحليلي طبعاً بعد الفوز على الجزيرة بسكور كبير 84-56 بشرفنا يكون معنا دلوقتي المدرب العام للفريق كابتن أحمد الجرحي من نورنا مشرفنا على شاشة قناتنا أهلاً بحضرك وأهلاً بكابتن هايسم وكابتن طاير راجب وكابتن سرعوي نجوم الباسكت في الناديل كابتن أحمد يمكن سكور كبير الفوز الخامس على التوالي المسئولية بتكبر على الفريق خلال المشوار في الدور الترتيبي الجزيرة مش فريق سهل أبداً خاصة على المستوى الدفاعي شايف المبارزة لا طبعاً الجزيرة هبدأ بالجزيرة يعني الجزيرة السكور غير معبر عن مستوى الجزيرة الجزيرة فريقي كبير ممكن في ماتشات يكسبنا ممكن نكسبوا ماتشاتنا على طول معهم إيكوال نهاردة إحنا في فورمة عالية الفرقة نهاردة نفذت تعريمات يعني بتنسبة 90% كنا متسايدين المباراة زي ما قلت الماتش الفاتحة في ماتش الزمانك رغم الفوز ما كناش في مستوانا خالص إحنا عندنا أحسن من كده بكتير يمكن نهاردة اللي يبقين لك معدن فريق ناديل أهلي نهاردة فيه اتنين عمال تحت الحلقة عمر طارق وأحمد اسماعيل مش موجودين وما حسناش نهاردة بالغياب يعني رغم قيمة اللي اتنين مع الفرقة اللاب ومكانهم كانوا بيقدوا الحمد لله الفرقة ما بيغيب عنها لعيب إيهاب غاب فارطة عمر غاب فترة عمر طارق وأحمد اسماعيل غايبين مران سرحان غايب أحمد حمد يسافر بالزروف فالحمد لله الفرقة ما تأثرتش كنتيج الدنيا ماشى كويس ماشيين بخطة سابتة نتمنى أن احنا نوصل للبلاي اوف صحنا في أعلى مستوى لنا إن شاء الله كابتان أحمد يمكن ما كانش لنا فرصة أن احنا نتكلم على مباراة الزمالك مسؤولية كبيرة يمكن حطتها على عاطق الفريق خاصة أنه هو كسب في وقت صعب جدا وطبعا زي ما احنا عارفين الأهلي بما نحضروا كنا بنلعب نقصين رغم كده قدرنا أن احنا نحقق فوز مهم على نادي الزمالك ده يعني إزاي ممكن أنك إنت المسؤولية تكون موجودة خلال الفترة اللي جاية على الفريق لأن كل دلوقتي الجمهور مراهن خاصة على الأوقات الإضافية أو فكرة أن زي ما قلنا القضية ممكن لا يعني زي ما حالك بتقولي أن المسؤولية طبعا أي فوز بيحملك مسؤولية أكبر كل ما بتكسبه مكسب دايما الناس بصى للمطش البعدي بتكسبه بتقوله الناس بيبص للمطش البعدي فطبعا أي حد موجود بيشتغل في النادي الأهلي كلعيب أو كمدرب أو كأي عضو من أعضاء الجهاز علي مسؤولية كبيرة وطبعا وعارفين يعني حجم المسؤولية ونفسنا نفرح الناس الحمد لله غادي لوقتي لعبنا الترب بطولات الحمد لله كسبنا الترب بطولات نفسنا نفرحهم بالبطولتين الفضلين نحن إن شاء الله يبقى موسم استثنائي في تاريخ النادي كل الناس مقدرة أن الناس متعطشة لكل المكسب لأي ماتش بنلعبه وكل بطولة فزي ما حالك قلت في ماتش الزمالك يمكن إحنا لعبتنا لعبة زي ما يقولوا لعبة السواني إحنا دائما ماتشاتنا بتخلص في آخر دقيقة أو آخر ثواني في ماتشات بتخلص زي ماتش رفات كده بتاع شوط المهيب جابها مع صفارة الحكم وإحنا متعودين على كده يمكن الناس بتتشد عشان مش متعودة زينا إحنا متعودين على الوضع ده فالحمد لله إن احنا وفقنا والتوفيق ده يعني للناس بتقول إن التوفيق ده أوفر للأهلي معزوز لا ما فيش التوفيق دايما بيروح للمكتهد التوفيق دايما بيروح للشايف شغله صح التوفيق بيروح للفرقة اللي بقى النواية بتاعتها كويسة المخلصة اللي دايما فيه إنكار للزيت في الملعب فالحمد لله كل ده تقريبا متوفر في الفرقة والحمد لله ربنا كريمنا لغاية دلوقتي نتمنى إن شاء الله إن القرم ده يفضل موجود معنا لآخر الموسم بإذن الله إن شاء الله يكبتون أحمد أخيراً يمكن أيام قليلة جداً تفصلنا عن المباراة المقبلة بيبقى فيه أيام قليلة عايزين نعرف الاستعداد بيبقى فيها زي لأن خاصة إن يوم لتنين فيمكن الفترة قصيرة شوي بالزبط إحنا بنا لعبتنين وجمعة بكرا إن شاء الله إحنا دايماً الروتين سابت في الأسبوع دايماً أجازتنا السبتة بتبقى يوم الثلاث إحنا يوم الحد يوم السبت بكراً إن شاء الله بيبقى التمرينة خفيفة عندنا تمرينة متأخرة الساعة 9 بالليل تاني يوم بيبقى التمرينة أتقل شوية الليلة المباراة تجهيز مباراة بنحضر المباراة في اليومين دول اليوم القبل المباراة تبقى فيه زي فيديو ميتين كده ومنشوف نتفرج على الفرقة لنا لعيبها ونقطة الكوة ونقطة الضعف ولعيب لعيب فبيبقى التحضير على طول يعني إحنا عارفين وجاهزين للمطش اللي بعده ومحضرين له كجهاز مع أغوستي والدنيا بتبقى يعني منظمة فالدنيا بتبقى سهلة طمام في نظام فالدنيا بتبقى سهلة ولعيبها حفظة شغلها وبنقدر نحن نعملهم ريكوفري دايماً عطول بعد المطش فإن شاء الله الدنيا تبقى مشاكة بإذن الله وعمر طارق بإذن الله يبقى معنا المطش الجاي بإذن الله ويوسف المعداوي طبعاً رجع من الأعارة يبقى معنا إن شاء الله مطش الجاي وإن شاء الله الفرقة تبقى للأفضل والأمام إن شاء الله كابتن أحمد بنشكرك جداً وارتنا وشرفتنا على شاشة قناة نادي مرسي شكراً ربنا خليك طبعاً يا كابتن هيسم دا كان لقاءنا مع كابتن أحمد الجرحة المدرب العام للفريق يمكن ادالنا صورة شاملة وكمان عن الفريق إزاي بيستعد خلال قام المقبلة كمان العودة عودت أكثر من لعب يمكن لعب من الأعارة وكمان لعيبة المصابين دا كان لقاءنا معاه بشكرك جداً كابتن هيسم العودة ليك مرة أخرى زمانتنا مريم سميح بشكرك شكراً جزيراً لقاء مهم مع كابتن أحمد الجرحي المدرب العام نعرف إزاي الفكر الدنيا ماشي إزاي الأمور ماشي إزاي جوا الجهاز إن شاء الله كل التوفيق كابتن سلعوي أنا شاف حتاك عمال تكتب حاجات كتير لما تشاركنا بحاجات لا أنا عايز أقول بس عشان في غمرت فرحتنا من الفوز وبالشكل الحلو كان عليه مش عايزين ننسى دور أحمد الجرحي ولا دور برضو رامد ديوستي ولا طري الغنام ولا الجهاز اللي معه أغسطي برضو هو ليه شغل والشغل ده جيد وبين أثاره داخل وخارج الملعة فبرضو إحنا يعني عشان برضو ياخد كل يعني ياخدوا حقهم عايز أقول إن الاتحاد مازال برضو أول وإحنا ما زالنا أول والفرق بس المواجهات المباشرة زي ما أنت قلت في الأول طب كنت سألعوي يبقى النادي الأهل مباراة مع النادي سموحة على ما لعبنا إن شاء الله يوم من الدين القادم مبدأين الساعة ستة إلى يعني حتى الآن ممكن يتغير معاده حسب الإزاعة حسب إزاعة المباريات والمباراة الثانية مع الاتحاد السكندري في أسكندري شايف المباراة دول ممكن يغيره بشكل كبير الترتيب ولا إحنا كده خلاص تقريبا بعد مباراة النهار ده إحنا يا تاني يا أول يعني أنا عايز أقول برضو حاجة مباراتين صعبين سواء اللي على عندنا أو سواء اللي بره سموحة فرقة برضو كويسة أي نعم هي التامن بس فرقة بتعمل لآخر وقت في الجيم بتبقى ماشية كويس بشكل منتظم مع الفرقة لكن الأصعابهم في اسكندريا طبعا واسموحة غيرت المحترف المحترف ديباتي اللي هو المحترف الكودفوري اللي أصيب برباط الصليبي تم تغييره بمحترف مصر التأمين لأن تأني مصر التأمين خلاص هي عملت المطلوب منها أو التارجت أو الهدف بتاعهم هتحطت في 8 أكبار وده كان هدفه أعتقد السنة دي سمعوا بالمحترف أنه غادي لكن أعتقد مطش مباراة الاتحاد السكندري هتكون مباراة صعبة هتكون في اسكندرية في معقل الاتحاد السكندري مباراة يعني غير خارج نطاقة وقعات بسبب عامة التوفيق نأمل أن يكون لنا لكن هي مباراة صعبة أكيد كابتن خلينا نروح لأرض الملعب وزمانتنا مريم سميح ولقاء مع أحد نجوم اللقاء ونجوم الفريق بشكل عام سيف سمير تفضلي أمان زي ما أنت قلت الزبط يا كابتن هيسم طبعا بيشرفنا في هذه اللحظات واحد من نجوم اللقاء ومن نجوم الفريق أيضا كابتن سيف سمير من نهارنا مشرفنا على شاشة قناة النادي الآن كابتن سيف سلم على كابتن هيسم وضيوفه كلهم وبقول له شكرا على الكلام الجميل لا بسمعه يعني اللي هو بيقول علي كابتن سيف يمكن كنت مصاب لفترة ورجعت تاني وبعد أما رجعت شوفنا أكيد تقلق في الملعب النهاردة سكور كبير يمكن كنا بنتكلم أن فريق الجزيرة فريق مش سهل أبدا خاصة على المستوى الدفاعي يمكن أنت قديت النهاردة برضو بشكل كبير جدا وقوي في المباراة شايف المباراة زي النهار طبعا إحنا محضرين الموتش الكويس وعارفين فريق الجزيرة تقريبا هو أقوى دفاع في الدورة دلوقتي بس إحنا قدرنا أن إحنا يعني محضرين كويس الكوتش كان محضر معنا كويس مبارا وعارفين نقاط ضعفهم وعارفين نقاط قواتهم كمان فده اللي خلال فرق كده يعني الحمد لله كنا مجهزين كويس لموتش يعني كابتن سيف يمكن كنا بنكلم برضو عن الفترة بتبقى قليلة ما بين المباراة الاستعداد ازاي خاصة المباراة المقبلة يوم الاثنين هو الدوري كله وماتشات اللي رايح جاي دي بفترة والعيلة قوي من دوقت مرمت تمرنتين قبل الماتش هو الاستعداد يعني التمرين ما بيبقاش يعني قوي قوي زي قد ما هو بيكون منركزين على الماتش اللي بعده هنعمل ايه خلاص ده ماتش وخلص زي ماتش زي مالك ماتش وخلص وزي ركزنا في ماتش الجزيرة اللي بعده النهاردة ماتش وخلص برضو عندنا سموحة ماتش الجاي ماتش صعب محتاجين ان احنا نكسبه محتاجين ان احنا نكسبه ونكسب الاتحاد اشان احنا عايزين نطلع اول فربنا سهل يعني في اللي جاي لو هنتكلم برضو عن مباراة الاتحاد يا كابتن سيف يمكن لو نتكلمنا عن الجزيرة انه هو اقوى فريق دفاعيا كمان الاتحاد يمكن اقوى فريق هجوميا يمكن استعداد لي هيبقى اصعب شوية خلال الفترة المقبلة وده كمان اللي كانوا بيقولوا طبعا نجمنا في الستوديو دلوقت اه بالضبط يعني هو الاتحاد احنا والاتحاد تقريبا زي بعض في الهجوميا يمكن هم اعلى شوية ماتش الاتحاد ماتش ريخي دايما يعني بقى لنا تلات سنين تقريبا يعني دايما في ماتشات ما بين احنا والاتحاد ماتشات مش سهلة يعني احنا بنستعد ماتش الجاي زي ما قلتلك احنا لسه مش بنفكر في الاتحاد قوي قدم احنا بالفكر في سموحها اه الماتش الاتحاد طبعا ماتش مهم بس عندنا سموحها خطوة خطوة يا بتنسيف اخيرا يمكن ما كانش لينا حظة قوي احنا نتكلم عن مباراة الزمالك فكرة المباراة وفكرة الوقت الاضافي وكمان يعني القاضية ممكن كان يمكن حطت مسؤولية كبيرة على اللعيبة فالجمهور كله مستني دلوقتي كمان انه الاهلي يكمل على نفس الواتيرة خاصة ان ده كان رابع فوز ع الطائل والنهاردة الخامس على الطائل اه طبعا ماتش الزمالك دائما ماتشات اهلي وزمالك مهما كان فرقة الزمالك مهما كان فرقة الاهلي عامن ازاي ماتشات الزمالك دائما بيبقى فيها نتدها قوي قوي اه ممكن ايه يعني ده كان توفيق يعني مش هنقول انه هو احنا احسن ولا هم اده كان توفيق من عند ربنا ان احنا قسبنا فأخر سانية يعني ايه كثيرا وزي من تقولتي برضو الجمهور بيطلب مننا دائما دايما دايما احنا بنلعب في النادي الاهلي ميش عشان من منبتش ده species العشان بنلعب في النادي الاهلي بلعب كتير دايما طالب مننا بطولات دايما نطالب مننا نكسب مطش لأ نفاكر في النادي اللي بعده فهو ده هدفنا يعني هو ده هدفنا ان احنا نكسب الدوري ونقضي مطش بمطش ونكسب دوري بإذن الله ب REP كابتن سيف دايما متقلقنا وردنا وشرفتنا على شاشتنا Steel شكرا مرسيد كابتن هيسم ده كان لقاءنا طبعا واحد من نجوم اللقاء ونجوم الفريق كابتن سيف سامير بشكرك جدا عودة لك مرة تانية مارين ساميح بشكرك على لقاء سيف سامير اللقاء مهم كنا عايزين نسمع برضه رأيه وفكره الفترة القادمة بشكرك يا مارين وان شاء الله مستمري ما حضراتكم في تغطيطنا مطش الأهلي والجزيرة خلينا نروح لكابتن طهر يمكن كابتن طهر عندنا أمر من الأمور المهمة وهو توقف الدوري شكل الدوري ولكن أو ترتيبك ولكن يبقى التحدي الأصعب هو أن أنت يقف في التوقف خمس وربعين يوم اللعبة هتشارك مع منتخب مصر تصفيات كأس العالم في السنغال في الويندو الأولاني يعني أنت لو ما كان المدير الفني هتعمل إيه؟ يعني إزاي تحافظ على فرقيتك وتوصل بها لبر الأمال بعد خمس وربعين يوم توقف؟ أكيد هو محضر برنامج للمدولة لأنه طبعا مدرب كبير زي أوجستي أكيد نعمل برنامج على مدار العام كله أو مدار الموسم كله فقطعا هو طبعا هيبقى فيه عدد لا بأس به برضا في المنتخب هيبقى مش موجود وهو طول عمره بجاهز الناشئين للحالات اللي هي بيحصل فيها غياب من يعني ما يميز كمان كوتش أوجستي إنه هو الناشئين دي بيدرجها أو بيدخلها في المود بتاع الفريق للعب يعني بيعتمد عليها في أوقات كتير وفي أماتشات صعبة يعني محمود وليد النهاردة وكان كويس ده يمكن سادس مطش ليه في بيدره دور حقيقي لا بيدره دور حقيقي ما بيبقاش لمجرد أنه هو بيشترك في التأسيمة فأكيد هو عمل لهم برنامج زي ما عمل بالزبط في بطولة قاهرة بالنسبة للعائل الصغيرة دي صحيح يعني اللعيبة الصغيرين سنا إنما هم بسم الله ما شاء الله كبار في المقام دلوقتي ونجوم دلوقتي أكلت بولادك دور خلي بالك خلي فهم طبعا أكيد هو هيعمل لهم برنامج الفترة دي وهيبقى يتخللوا طبعا جزء إعداد وجزء برضك يعني زي مطشاط ودي أكيد أشان يجيح بحسن يجيقوا من المنتخب يجيقوا على الفرقات يبقى ما فيش خرق سرعة وبالذات كمان أنت فيه ناس دخلت معاك من يناير نعم انتقال صحيح الشتوي ده زي المعدداوي وأحمد إسماعيل معداوي وأحمد إسماعيل دول طبعا بس خليني أناقش برضو مع حضراتكم بس خيطل على الفاصل أناقش مع حضراتكم لعبة المنتخب طبعا ككابتن مرعي مسك المنتخب في الفترة اللي فاتت كانوا يستدعي لعبة معينين النهاردة فيه مدير فان جديد قد يستدعي عدد أكبر الله أعلم هيكون إيه بس خليني أسمع إجابة حضراتكم بعد الفاصل عزيزي المشاهدين نطلع الفاصل عشان نرجع لحضراتكم ونكمل تغطياتنا المستمرة الأهلي والجزيرة ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد ونفكركم لقاء النهاردة الأهلي والجزيرة انتهى بفوزة النادي الأهلي 84-56 بفعل 28 نقطة في مباراة النادي الآية تفوق فيها هجوميا ودفاعيا كابتن سلعوي ممكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن منتخب مصر وهو طبعا المهمة الأعظم والأكبر واللي احنا فيه بنقدر كمان نتأهل منه كاس عالم لو نجحنا إن شاء الله في التصفيات محتاج أسمع من حضراتك بس خليني نطلع رأي حضراتك عن تجميع المنتخب واللعيب اللي كانت تستدع من نادي الأهلي بس خلط على الفاصل أو نطلع لأسف للقاء مهم مع كريم أحمد وعمر عزب نجم الفريد فضل لكريم مستمرين معك من جديد كابتن هيسم السعيد كل كابتن الكبار وكل جمهوري للنادي الأهلي بنبارك من جديد لنجوب للنادي الأهلي كرة السلة وتحديدا كمان لكابتن عمر عزب المعانا في هذه اللحظات مبروك كابتن عمر طبعا في البداية ممكن زي ما كلمت مع مهيب أنا أرجع لمباراة الزمان لأن الحقيقة كان مجود كبير جدا والظروف كانت صعبة لكن بروح الفنية للحمر وبإصرار اللعيبة في آخر ثانية وبنحرز ما سنها هدف أفشل حقيقة مع فريق النادي الأهلي لكن كل المجود يرجع ليكو ويرجع لمستر أجوستيبو في الأول طبعا بحب أرحب كابتن هيسم وكل ضيوفه طبعا المتش اللي فاتت كان سترس رهيب جدا علينا بنلعب مع السمال جواد ديربي طبعا هو في أرضهم فكان سترس كبير علينا إحنا ممكن نكسب أكتر كين كده بكتير أخطاء كان ممكن نقليلها بس المتش كان عالي جدا الحمد لله عملنا مجهود كبير جدا كله عمل مجهود دفاعي هجومي كان فيه أخطاء طبعا هو ده اللي حصل بس الحمد لله رحل فنان الحمر الغاية آخر ثانية هو ده اللي وصلنا الحمد لله مهيب ربنا بارك له شطها وجبها الحمد لله صعوبة البطولة ويمكن تلاحهم كبير جدا للمباريات وفي كل مباراة يمكن بنفقد عدد من العيبة لكن احنا ما قلت القلبة من حضر دي حقيقية في كل الألعاب الحقيقة ازاي بنقدر تخطى هذه الصعبات ومستر جسي بوش بيحضركوا ازاي نفسيا قبل بيحضركوا فنانا وطبعا كل شو جسي طبعا ومدرجف جدا زكي جدا بيعرف انه هو لو فيه position ناقص انه هو يعوضه بالروح بالدفاع احنا فرقة دفاعية من الاخر احنا بندفع 40 دقيقة بنحاول الموت نفسنا في الدفاع فده بيغطي على اي position مش موجود فالحمد لله يعني زي موتش النهاردة موتش جزيرة فرقة كويسة جدا الزمالك فرقة كويسة كله كله فرقة كويسة بس الحمد لله ربنا بيكرمنا ومش حوار حظ في الآخر لا دي روح دي ديفينس بنعمله مجهود كبير جدا والحمد لله يعني باركلنا ده تالف موتش نكساوه في آخر ثانية مش اول موتش لا هي مش حظ هي مجهود بنعمله في ال40 دي والحمد لله باركلنا في الآخر الحمد لله نجاح المنظومة الحقيقة ونجاح الفريق أو التيم بالكامل يعني بيعود للعبين لكن كمان عندنا خبرات كبيرة جدا كابتن طري غنام كابتن جرحي كابتن رامي والشباب والخبرة وكل الأمور دي الحقيقة منخليها شكل فريق كورسة السلام مختلف بشكل كبير جدا طبعا هي منظومة متكاملة ما ينفعش حاجة فيها نقصة الجهاز الفني كله جهاز تبي كمان الجهاز الحملة البدنية كله منظومة لواء وحدة نحن فرقة واحدة يعني الحمد لله ربنا بيبرك لنا عشان احنا كلنا قلبينا على قلب فرقة واحدة فروح واحدة فده الحمد لله بين في الملعب يعني النتيجة الحمد لله كويسة البطولة والدوري والمرحلة اللي جاية شايفها ازاي بنسبالكو جمهور النادي الأقلي الحقيقة على قلب الرجل واحد معاكم ومستني منكم كتير جدا عمر فترة طبعا احنا يعني بنموت نفسنا المرشود كلها مش سهلة الفرقة كلها كويسة جدا احنا نعمل علينا احنا ناخد ان شاء الله البطولة احنا هدفنا واحد احنا ناخد بطولة اي بطولة كاس كاس دوري احنا الحمد لله ربنا بارك لنا في ثلاث بطولات دوقتي فضل بطولتين احنا مركزين فيهم جدا وبنعمل على قد ما نقدر نحن فرح الجماهير ان شاء الله ونشكر اكيد نجم نجوم النادي الآلي عمر عزب الازيل للتصريحات مجود اكتر من راعي الحقيقة كابتن هيسم بالنسبة لكل المباراة الحقيقة مع ختم هذه المباراة متبقنا ان شاء الله مبارايتين مباراة سموحة مباراة الاتحاد ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الآلي في اداءه وجدته وتسراره وتركيزه الكبير جدا في المباراة وان شاء الله باذن الله بالروح الكبيرة وبالتحضير الاكتر من راعي اللي بنشوفه كل المباراة سقطنا كبيرة جدا ان شاء الله أن نحصل على دوري السوبر للمحترفين ليدخل دولاب بطولات النادي الآلي لكن في هذه اللحظة تعودة للستوديو التحليلي والكابتر هيسم السايد كريم أحمد شكرا جزيلا ورقاها مع عمر عزب وصدقت عمر الحقيقة دايما التوفيق بيذهب لمن يستحق مجهود تشتغل تتعب تدافع تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك وتلاقي مطشاط واثنين وثلاثة بتجيلك في آخر ثانية وإحنا تعودنا كده المكسب في آخر ثانية بيبقى مجهود وفضل من الله سبحانه وتعالى وربنا بيبارك في مجهودك برضو بتخسأ آخر ثانية لازم تراجع نفسك وتشوف إيه عنده غلط وتبتدت صلاحك بتنسى العاون نكمل كلامنا اللي كنا بنقوله قبل اللقاء عمر عزب وهو منتخب مصر النهاردة كان قوام منتخب مصر في آخر بطولة كان تحت قيادة الكابتن القدير يعني واحد من أحسن مدربين اللي جمع على مدار التاريخ يعني في مصر الحقيقة ونشيد به وندي له حقه الحقيقة ولكن هو كان عنده هدف وطارجة معينه وينزل بأعمار المنتجة وفعلا قدر ينزل بيها صحيح طبعا المدير فني القادم الجديد الكندي لتولى مسؤولية منتخب مصر منذ أيام رويرانا هل هيلجأ للأعمار ولا اللي تكسبه تلعبه زم بيت قال أنا أعتقد أن قرائي شخصي طبعا شرف كبير لأي لاعب في الدوري أنه يكون في الدوري لعبي منتخب مصر دي أول قاعدة أهستية وكل اللي بتعامل ده الصالح لازم يصب لصالح منتخب مصر نعم فمدارب جديد أعتقد أعتقد هيعرض عليه أسماء ومعتقدش هيلحق يشوف كل الناس بس وقت يتابع دولة يا كتب؟ بيتابع بس برضو الفترة أعتقد أنها قليلة شوية بالضبط أعلم بحامس متشاطر والتخف بعد متشين يعني يشوف أقصى لعيب هيشوفه في ست سبعة متشاط لكن أعتقد أن كسياسة الاتحاد ممكن تكون تصغير السن هي كمبدأ بس هنا بقى مش سياسة الاتحاد قدمه هو مدير فن عايز ينجح في مهمته وكابتن يعني عايز ينجح هكلمك بسراحة أنا لو ما كان وكابتن طاهره ومعليش برضو أحداك أنا لو إسماعيل أحمد هو أكبر لعيب الدوري هيكسبني هاخده أنا عايز أطلع كاس عالم كلنا عايزين نطلع كاس عالم وده هدف من أهدفنا وأهدف من تعادل باسكت أنه يوصل كاس عالم بالزبط يعني أنا اللقصة أقولي هيترك له الحرية أنا أقصد كده أنه هو مش هيبقى مرتبط بقى بالسياسة الأعمار أو غيره لا هو عايز وقت داية عايز لعيبة خبرة أنت بتعتمد على مدير فني خطبها حضرتك عشان يدير منظومة منتخب مصر أكيد طبعا هتتابع أفكاره هو اللي هيقول عشان هو اللي هيسأل فبالتالي أنا جايبه عشان أوصل كاس العالم والله كان رأيه أن احنا نصغر الأعمار أمين أهل المساء والله لو قال لا أنا سيبوني أختار الأحسن بصرف النظر عن السن برضك احنا هنقوله أمين لأنك احنا جايبينك عشان تدير هذه المنظومة عشان الهدف اللي احنا عايزين نوصله إذا كان كاس عالم أو إذا كان في بعد كده بطولة أفريقيا كل الهاجات دي إيه اللي خلينا نلجأ لأجنبي إحنا مش هجيبين أجنبي عشان نمال ليه أو هجيبين أجنبي عشان نقوله أعمل كذا عشان هو عنده خبرات يقدر يخدنا بيها بالضبط هو وهو كل زي في كورت القدر نعم إحنا جاي ما زال كورتش موجود وانتقد وقالوا أنه هو عمل وسوه تعنما في الأول وفي الآخر هو الملك طب أقول الحديث حاجة كابتن توقعاتي برضو ومعلش أنت حضر لكم طبعا كابتني وأتوقع أن لو كان بيتخذ من نادي الأهلي اتخذ من الأهلي في بطولة أفريقيا فات التلات لعبة تقريبا عمر الجندي وعمر طارق وهاب أمين وعمر عزب أربع لعبين هما اتخذوا كان عمر عزب لسه منتقل من سموحك أتوقع أن العدد ده هيزيد في التجميع اللي جاي طبعا لازم يزيد في ظهور أكتر من عنصر الصحاق المضمام للمنتخب ومش في النادي ورضو هتلاقي في الأندية التانية لا أنا بتكلم عن نادي الأهلي بس دي يعني برضو خليني أتكلم بقى المستوى المحلي دي ممكن تضر لنادي الأهلي في إيه إنه هو هيخش بعد الأربعين يوم عنده خمس أو ست لعيبة مع المنتخب وبيمر النص الفريق بس هل الفرق اللي هيبقى ليها عدد كبير في المنتخب هتتضر محليا ولا ملهاش علاقة يا كابتر لا ملهاش علاقة طول عمره على فكرة ده نصيب نادي الأهلي وده نصيب الأندية الكبيرة إنه بيتخذ منه أكبر قدر من اللعيبة وأنا أعتقد في وجود جهاز قوي زي جهاز النادي الأهلي أعتقد هيبقى فيه سياسة إحلال وتجديد وهتبقى فيه سياسة مفريات وهتلاقيه عامل برنامج حاطت فيه كل التوقفات دي هي الخوف يا كابتن من مشاركة لعب يعني طبعا المنتخب دي مشاركته دي شرف كبير جدا طبعا أي شخص تماما حلم أي العيد طبعا إنه يرتدي خميش المنتخب مصر ولكن مباريات هو خلي بالحضر داك إحنا مش هتلعب كتير هما متشاط أفريقية تلات مباريات بس ويندو هتروح للسنغال تلعب السنغال باين وهتلعب كونغ وبانا فاكر لمجموعة جمعتنا جامدة بس لو إيه لو لعبنا ثلاث مباريات وتلعبهم في أربعة أيام وراجع يعني ما هوش الحمل برضو أنا بفكر مع حدك ما هوش الحمل ما انتش راح تلعب بطولة كان كبيرة كبيرة رأيك يا كابتنك بالضبط فمش هتبع حمل كبير لا مش هم نحن نتكلم على أساس إنك أنت مثلا إيه اللي بينفسك مثلا الاتحاد نعم اللي بينفسك الزمالك 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 أيا من دول دول برضك عندهم لعيبة نفس الشيء في المنتخبات صحيح وانا مش انت الوضع هي التريك أو الحاجة المهمة اللي هتحصل إن انت تعد بقية الفريق بحيث في الفترة الطويلة دي بحيث إن هم يبقوا جاهزين للجايين للجايين وأصلا كمان يعوضوا أي احتمالات لقدر الله حدد صحاب زي يهب أمين في صف كسف المرخير في طول دفريق هذا متوقع أي حاجة يحصل وبالتالي فإنت إزاي تسد هذه الصغرات من خلال إعدادك للناس دي للتوقعات السلبية أو لمباريات قوية اللي هي في دور الستاشر ودور السوري دور التمانية زور التمانية هيبقى بيست أوف ثري وإن شاء الله وعلي كده هون يوصل له بيست أوف فايف لأن الماتشات دي هتبقى قوية جدا يعني معظم الدوري اللي تم السنين اللي فاتت كانت النهائيات بيست أوف فايف بيتلعب خمس ماتشات خمس ماتشات يكسبوا الفرقة مثلا داخل النهائيات فريتين تكسب ماتشين واتنين تكسب ماتشين وماتش الأخير هو الفايس وماتش الأخير هو الفايس يعني يا كبتن ولازم أنا أنا عايز أقول برضو إن إحنا إن شاء الله كنادي أهلي قدامنا مباريتين بعد كده وكل فريق لهم مباريتين نقفل بقى ونبدأ الدعم الكامل للمنتخب نفسنا نوصل كاس عالم وأعتقد إن اتحاد البسكت بقادة الدكتور مجدى بفريقيا طبعا وباقي أعضاء المجلس إن هم أملهم طبعا إن إحنا نوصل كاس عالم ده شرف كبير يعني ونفسنا كمان إنه فيه جيل كويس وعندين الجيل ده خسارة إن ما يعني ما يروحش كاس عالم وما يروحش أولمبياد يعني جيل قوي جيل متوفر فيه كل عناصر طول سرعة قوة شوت كل حاجة متوفرة بس طبعا يعني هنقول إنه برضو عناصر المنتخب مينادي الزمالك مش هتشارك بدري مع المنتخب لأنه عندهم بطولة الانتركنتنينتا الفيبة فهو البطولة دي هيكون اللعيبة موجودين معهم وتفر بقى خمس أربع لعيبة هيتم استدعاهم وبعد كده هينضموا لمنتخب برضو المنتخب هيجمع ناقص يعني المنتخب برضو يعني الموضوع يعني برضو هم يعني ايه بالزبط عنده عنده 11 ل 13 مطشات الزمالي من 11 ل 13 فبراير بعد 13 يوم أو 2 راحة يتضموا يوم 15 للمنتخب برضو الوقت يعني انت بتكلم في أسبوع 10 تيام وعايز توصل بالفرقة للطفر مهمة صعبة يعني مهمة صعبة بتقابل المدير فان الجديد للمنتخب مصر نحن نتمنى للتوفيق وان شاء الله نروح كاس عالم بإذن الله بلانه جيل كويس وجيل يعني متوفر فيه كل مقاومات النجاح اتحاد الباسكت موفى لهم كل مقاومات النجاح اللعيبة كويسة جدا تستاهل انها تروح كاس عالم اذا ارادت اذا ارادت تروح كاس عالم هي الفكرة كلها انه هو المشور طويل والفرق صعبة وفي معانا السنغال برضو احد الفرق القوية طبعا وفي السنغال من دمن الفرق القوية في افريقيا اللي لها سولات وجولات يعني من زمان فريس سنغال فريق بيبقى قوي والبطولة على ارضه الويند الأولاني على ارضه خلينا اقول لك كابتن طهر برضو وحدك شاركنا في الحوار المنتخبات الافريقية في البطولات الافريقية بتروح مش فول تيم لانه خلاص ما بقتش مؤهلة لشيء بقت بطولة شرفية او بطولة بلقب زي الكوركت انما كأس العالم ليه شغل تاني وتصفيات اخرى وامور تانية فالفرق بتيجي بتصفيات كأس العالم او المنتخبات بتروح في تصفيات كأس العالم وبتجبر محترفينها اللي في اوروبا ان هم يجوا ويمثلوا بلادهم في البطولة بالذات لان الشرف بتاع كأس العالم كونك ان انت تظهر تمثل افريقيا في كأس العالم دي شرف كبير جدا فهتبقى يعني صعبة لحد ما كابتن طاهر بشكرك شكرا جزيلا نواتين وشرفتيني نعنا بنشكرك وبنشكر القناة على مجهود العظيم ده ربنا يبريك لك كابتن كابتن سلعايو بشكرك ونواتين وشرفتين الله خليك كابتن هيسم واحنا شرف وجودنا هنا برضو ونتمنى الفوز للأهل بصفو مستمرة ان شاء الله عزاء المشاهدين دي كانت جولتنا النهاردة في ستودي الأبطال وانتظرونا في جوالات تانية مع ستودي الأبطال اشتركوا في القناة